سنقف الآن عند مفهوم السحر سنقف عند مفهوم السحر كما يصوره لنا كتاب الله تعالى ما نراه في كتاب الله تعالى أن السحر يؤثر نفسياً على الإنسان أي يؤثر على حياله وتصوراته لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تصار ماذا نقرأ في هذا النص الكريم ألا نرى أن ما قام به السحرة هو أنهم جعلوا موسى عليه السلام يتخيل يتخيل أن الحبال والعصي تسعى مع أنها كواقع لم تكن تسعى لاحظوا النص فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني سحرهم لموسى عليه السلام لاحظوا سحرهم سحرهم لموسى عليه السلام لم يغير واقعا إنما جعل موسى عليه السلام يرى ما يريدون ولا يمكننا الحديث عن السحر دون الوقوف عند قوله سبحانه وتعالى يقول تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَاه إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما نراه في هذا النص الكريم أن سليمان عليه السلام لا علاقة له بالكفر المعني بالنص لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ لاحظوا كيف أن النص يبرئ سليمان عليه السلام وكيف أن كفر الشياطين هنا في هذا الأمر كيف أنه يتعلق بتعليم السحر للناس وبتعليمهم ما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت ما أود قوله أنه في هذا النص نرى الجملة لاحظ هذه الجملة يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ هذه الجملة نراها جملة حالية نراها جملة حالية ما أعنيه أن كفر الشياطين كفر الشياطين يتعلق بكونهم يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ يعني متعلق كفرهم هنا هو أنهم يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وما نراه أيضا في هذا النص الكريم ما نراه أن حرف الواو في كلمة وما هي استئنافية حيث ينقلنا النص لأمر جديد يتعلق بالملكين هاروت وماروت لاحظوا وما لاحظوا حرف الواو الاستئنافية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ما نراه أن الملكين هاروت وماروت لا يعلمان الناس السحر الملكان هاروت وماروت لا يعلمان الناس السحر الملكان هاروت وماروت يعلمان الناس أمرا يمكن للمتعلمي أن يستخدمه إما باتجاه الخير وإما باتجاه الشر ولا شك أن الملكين يريدان بذلك جانب الخير وبالتالي فهما اختبار لمن يتعلم هذا الأمر لاحظوا ماذا يقولان لمن يعلمانه لاحظوا وما يعلمان من أحد حتى يقولاه إنما نحن فتنة فلا تكفر لاحظوا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني هما اختبار للمتعلم وعليه أن لا يدفع ما تعلمه إلا باتجاه الخير وأنه إن دفعه باتجاه الشر فهذا كفر ولا شك أن الشياطين ومن يدور في فلكهم لا يدفعون الأمور إلا باتجاه الشر أي باتجاه الكفر لاحظوا قول الله تعالى في هذا النصر الكريم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يعني ما يجب أن نعلمه أن ما أنزل على الملكين بباب الهاروت وماروت لا يهدف إلى الشر إنما يكون نافعا عندما يدفع باتجاه الخير ويكون ضارا عندما يدفع باتجاه الشر والكافرون لا شك أنهم يدفعونه باتجاه الشر لاحظوا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وبالتالي كفروا بعملهم هذا نعود الآن لتعريف السحر نعود لتعريف السحر كما رأينا نقول السحر هو تمويه وخداع على بصيرة المسحور يعني هو تأثير معنوي على خيال ما يراه المسحور بحيث يرى ما يريده السحر وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى الآن سنقف عند أمر تم فيه جدال كبير قديما وحديثا هو ما يرد في الروايات أن النبي عليه السلام قد تم سحره أن النبي محمد عليه السلام قد تم سحره فهل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن مقارنة مع ما سحر به موسى عليه السلام؟ أم أنه غير ممكن؟ لأنه مختلف عما حصل مع موسى عليه السلام يرد في البخاري يرد في البخاري عن عائشة أن النبي عليه السلام سحر أن النبي محمد عليه السلام سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وورد أيضا في مسلم عن عائشة أيضا أنه عليه السلام سحره يهودي حتى كان عليه السلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله موسى عليه السلام لم يخيل لم يخيل إليه أنه هو بذاته كان يفعل الشيء انطلاقا من ذاته وبحيث لا يعلم أنه فعل هذا الشيء ما أعني تأثير سحر السحر على موسى عليه السلام هو تأثير خارجي ليس تأثيرا داخليا فيه بحيث أنه لم يدرك حقيقة ما يفعله هو انطلاقا من ذاته ما حصل مع موسى عليه السلام هو خداع بصري في رؤيته لأمر يحدث خارج ذاته وليس انطلاقا من ذاته لذلك فالسحر ذاتهم عندما رأوا معجزة موسى عليه السلام خروا ساجدين خروا ساجدين لأنهم يعلمون أن ما يقومون به مجرد قداع بصري ليس إلا وأنه لا يغير شيئا من الواقع يعني ما أود قوله ما يرد في البخاري ومسلم وغيرهما عن سحر النبي عليه السلام وبأنه عليه السلام عندما سحر بأنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله هذا ينقضه قوله تعالى انظروا ماذا يقول سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أيضا انظروا في قوله تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا الفارق كبير بينما تخيله موسى عليه السلام نتيجة سحر السحر له وبينما يفترى على النبي عليه السلام بأنه عليه السلام كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله الفارق كبير وأقول للذين يربطون بين الأمرين أقول لهم اتقوا الله اتقوا الله تعالى أمن أجل رواية تاريخية تعرضون عن دلالات كتاب الله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار